السلام عليكم بنات شلونكم مش اخباركم زينين ان شاء الله حبيباتي عدي اليوم فيديو طلبتها من عدي واحدة من متابعاتي رادت اشرح لها عن حفرة الرقبة يعني شون قياساتها وشون يعني تحفرها وشنو مثل يعني القياس اللي ناسب كل جسم حسا انا بصورة عامة راح اشرح لها قياس يعني يعني قياس الحفرة الرقبة اذا لبنية قياسها لارج زين بالنسبة القياس اللارج هسا راح اشرحها لكم ان شاء الله توصل الفكرة وتكون يعني واضحة هسي الله نبدي بسم الله الرحمن الرحيم وهس عندي هذي قطعة قماش انا مفصلتها ومخاصتها القياس العندي هو قياس لارج وهذا القماش اربعة طبقات لان يعني هو نفسي تفصلت بس بعدني ما عازل الظهر عن الجهة الامامية فهس راح اشرح لكم على الحفرمات الرقبة شون اسويها بالبداية اطبقهم اثنيناتهم يعني الامام والخلف اسويها لكم بهالشكل هذا اقيس اربعة صابع اربعة صابع ارض الحفرة ونزالها ثلاثة صابع اربعة صابع ارض الحفرة ونزالها ثلاثة صابع بهالشكل هذا بعدين اقص بشكل مقوس هذا بالنسبة للصدر والظهر اثنيناتهم بالبداية اسويهم بهالشكل هذي اسويهم نفس الصورة بعدين اعزل قطعة الظهر اطلعها على صفحة واشتغل على قطعة اللصدر وان شاء الله الفيديو القادم راح اشرح لكم على الظهر شون يعني اسوي لبطانة وابطنة اربط طوية جهة الصدر هسه بس راح اشتغل بهذا الفيديو على اه حفرة الصدر وانطيكم قياسات الحفرة نزال الحفرة مات الصدر اه الكل قياس يعني القياس اللارج والاكس لارج والاكس اكس لارج وهسه راح ابدأ اشكل اللاصق على الثوب شوي خليت بي طول زايد حتى يعني خليت له تطواله من جوه لان شنو المدين المات يعني يحب اشتغل بيع على الطول مثل ما راح تشوفون هسه راح اشكل اللاصق بها الصورة هذي الجانب اللي بي لمعه هو اللاصق فينحط على القماش والجانب الاخر اللي ما بي لمعه هو هذا اللي نكوي بالقوتي يعني هاي معلومة للمبتدئين او اللي ما يعرفون او اول مرة يشوفون فيديو ما التخياط يعني الاكثرية الخياطات يعرفون هالشي هذا واكوي بصورة زينة حتى يثبت عندي الى ان اكمل الشغل واللي يحب بعد ما يخلص شغله وهذا ما يحب يعني اللاصق وشكله يقدر يرفعه من القماش ويخلي بده اللاصق شي عادي وهس راح ارجع اطبق القماش مرة ثانية وانتبه انه يكون يعني الجانب على الجانب ما كو زيادات او نقصان بين الطرفين وراح ارجع ارفع اللاصق من الحفرة اللي سويتها بالبداية بها الشكل هذا حتى اعرف يعني شلون احدد القصة مات الصدق اي شي زايد ارفعه اقصة اتخلص من يمه هس اطبق هنا بصورة زينة وبعدين اسوي القياسات اللي اريدها بالشكل هذا وهس راح احدد نزال مال القصة اللي اريدها حسب عمره لبنية وحسب القياس الموجود عدي القياس الموجود عدي هو لارج يعني لبنية قياسها اه تقريبا ناعمة مثل ما نقول فاش قد راح يصير نزالها راح يصير نزالها اه اه راح يصير نزالها اه 16 سنتيمتر فارسم بهالصورة هذه يعني راح ارسم مربع وداخل حدود المربع انا ارسم شكل البصمة اللي اريد اذا كان دائري او مضلع او شكل تفاحة او اي شكل ثاني اتحبينا وبالنسبة للقياسات اللارج ننزل اش قد ننزل 16 سنتيمتر والإكس لارج ننزل 17 سنتيمتر والإكس لارج ننزل 18 سنتيمتر هذا بالنسبة اذا لبنية تريدين يعني حفرة الصدر يعني حفرة عادية بس اذا تحب انه تكون الحفرة اكبر القياسات القديمة ذاني شل ذكرت لكم كلهن اه اه كم منهن سنتيمتر واحد هسا راح ارسم حفرة دائرية بهالشكل هذا لانان الموديل عندي لازم احفظ له حفرة دائرية انزل او الشي عادل بعدين تقريبا ثلاثة ارباع المسافة اسوي استدارة بسيطة على شكل دائري بهالصورة هذي بهالشكل هذا صارت عندي الحفرة دائرية وهسا راح اقص بهالشكل هذا صارت عندي حفرة دائرية مثل ما اريدها اهني هس الموديل الماتي لازم اسوي فتحة من النص من نص الحفرة مات الصدر بهالشكل هذا وطول هاي الفتحة راح يكون اجقل راح يكون 16 سنتيمتر وراح اخلي نشان بالنهاية عمد اعرف وين يعني اجقل نهاية القصة ماتي بهالشكل هذا دي العيني ليتشي وهسا راح اساوي الفتحة مثل ما هو واضعتكم بنات يا ريت ما تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اذا انتو اول مرة تشوفونها واللايك كلش يساعدني ويرفع من مستوى القناة ويساعد على نشر الفيديو بالنسبة لكم ما يكلفكم شي بس بالنسبة لي انا يفيدني هواية فياريت ما تبخلون علي باللايك وهسا سوينا الفتحة بهالصورة هادي زين عيني وهذا شكل القصة بعد ما سويت الحفرة مالتها وسويت الفتحة اللي بالنص ايش راح استعمل هسا انا استعمل تطعيم لونة جوزي يعني تطعيم اللي ناسه بالقماش طبعا قصب نعده على شكل الشرايط بهالصورة هادي هذا التطعيم الموجود عندي انا على طول اذا عندي مثلا شريط اريد اسويه خصوصا اذا على الصدر على طول اختار حفة القماش لان حفة القماش ما تحتاج لا كف ولا اسويها بالاوفر يعني رأسا اقصها واسويها وبنفس الوقت تكون خفيفة وشكلها حلو مرتب اكثر مما اسويها كفة او حتى اذا اسويها اوفر فهس راح اقص شرايط اثنين اه كل شريط طولة تخت ارباع المتر وعرضه اربعة اصابع بهالصورة هادي زين عيني هس راح اقص الطول مثل ما قلنا ثلاثة ارباع المتر والعرض اربعة اصابع فقط اسويهم كسرات اكسر دائر ما دائر الحفرة وانزل على الفتحة السويته بهالشكل هذا ما حبيت اطلع لكم الاخياط لاني يطول عليكم الفيديو كلش وهس هاي الفتحات انا نهاية الشريط اخليهن بداخلهن وبعدين ارجع اخيط وبهالشكل هذا بعد ما خيطه صار بهالصور هذا شوف عين هس هاي الفتحات لازم يكون عرضها بعرض الدانتيل او التطعيم اللي سويتي انتي عام وشنا اقدر ادخلهن بداخله وبعدين اخيط صور شكلهم حلو ومرتب هالصورة هاذه شوف عيني زين هالصورة هاذه وقبل ما اده يعني اسوي هالشي هذا لازم ابطن الحافات ابطنها بشريط اسويه من نفس القماش وهذول الزوايا اسويهم دائريات وهذا الشكل النهائي بعد ما كملت الاخياط وبطنت الحافات وكذلك نهايات الشرائط وان شاء الله في الفيديو القادم راح اسوي لكم حفرة الظهر شون ابطنها وشون اربطها وي حفرة الصدر ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم ولا تنسوني بلايك والاشتراك بالقناة اذا اول مرة شوفوني وشكرا لكم على المشاهدة ودمتم في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة